بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نكمل مع بعض الترس الخاص بسبيد اوف كيميكال ريكشن ده بارت نمبر تو في بارت نمبر وان احنا شرحنا يعني ايه سبيد اوف كيميكال ريكشن وشرحنا ان الريكشن اللي هو انتو اوفايف اللي هو ريكشن مهم جدا ده ازاي ان الرياكتن بيختفي والبروتكت بيزهر وشرحنا الكراف ده في الجزء ده احنا بنتكلم على فاكتورس افكتنج the speed of كيميكال ريكشن انت بتتكلم على فاكتورس بتأثر على ال speed of كيميكال ريكشن فعندي شوية فاكتورس كده بيحددولي هو انا اعمل الرياكشن ازاي اصرع او لو اعملت الحاجات دي ايه اللي هيحصل فبيقولي عندك حاجة اسمها nature of reactant لو انت عاودت تشوف سرعة التفاعلات سرعة الرياكشنات شوف الاول الرياكتنت ده طبيعته ايه لان طبيعة الرياكتنت نفسه ممكن تحدد لك السرعة او البطء يعني ايه انا عندي نوعين من الكميكال كومباونس او يعني النوعين الاشهر عندي حاجة اسمها يعني عندي يكون مكوناته معمولة بي ايونيك بوند او ايونيك كومباوند وعموما هو اسمه ايونيك كومباوند ايونيك كومباوند يعني مكوناته عبارة عن ايونس طبعا احنا مفروض ان نكون اصلا متدربين على الحاجات دي قبل كده في بريب تو وكده ولكن حتى اللي مش فاهمها انا عندي كومباوند نوعين عندي حاجة اسمها ايونيك كومباوند وعندي حاجة اسمها كومفيلنت كومباوند الايونيك كومباوند لو انت شغل على الايونيك كومباوند في الرياكشن الرياكشن ده بيكون سريعا اي 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 ادي معلومة اهي يعني هو في الامتحانة هيجي يقول لي اي يقول لي اي 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 كومباوند بيعتبر اي اي فاست ر ايلو والا ايلو دايما بيكون اي فاست ر اكل žeن والكوفيلنت اه لادا بيكون سر و لايا لان فكرة ان انت شغل على كومباوند الكمباوند ده في كومباوند ده في Whilst登 Ahhh علاجات ده عبارة عن آيانس ههو. ده بيتفك بسرعة الآيانس بتاعته بسرعة بتتكسر بسرعة وبتريد الرياكشن يتم بسرعة. انما الكوفيلانت انت بتاخد وقت كبير علشان تكسر البونز دي. وما بتتفكش له آيانس. وبالتالي أنا الرياكشن بيكون سلو. فأنا عندي أول حاجة في الناتشر أوف آآ آآ رياكت انت. طبعا ده أول فاكتور طبيعة الرياكت انت. أول حاجة هنشوف الـ kind بتاع الرئاكت أنت هو الـ natural يعني طبيعته فنشوف نوعه الأول نوعه هو Convalent أو Aionic لو Convalent to compound they are slow because don't break up into ains وبيك دايما في تجيب reason يقول لك Convalent to compound take more time because it doesn't أو don't break up into ains طب لو Aionic compound لا لو Aionic compound ده هيبقى فاست because they break up into ains ده هيكسر ليه ليه ains والإكزامبل على الكلام ده ده رأيكشن بتاع ايونيك اهو NACL plus AGNO3 give NANO3 plus AGCL وبيجي دايما في الامتحانات يقول لك اهو تعالى نشوف reaction أو إكزامبل على الكلام ده ده وجاب لي مثلا reaction زي مثلا شوف السؤال بيجي ازاي ده السؤال اهو جاي شوف السؤال جاي ازاي لما اسألت انتحانات زي ما بقول لكم speed of chemical reaction depend on the nature of reactant اكسبلين two factors which affect nature of reactant هو هنا عاوز النقطة اللي بنتكلم فيها هنا هو السؤال جاي على الحتة دي على nature of chemical A react reactant السؤال هو هنا عاوزك تكتب له ان اول حاجة بتأثر في الناتشر او اول فاكتور اللي هو سموه ده ممكن نتكلم فيها عن حاجتين kind of chemical reaction نتقوم كتب له ionic compound و covolent to compound تكتب له الامتحانب اللي قلناه لوان in isl مع ال اي 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 اه سي ال او سوري مع ال اي المترجم ال اجهراء من المملكه الجوجوددة غيرية الرائقة انت ده هو السيرفس أريك بتاعته كبيرة ولا صغيرة كلمة سيرفس أريك المساح أو انتشاره جوة ليه جوة اللى جوة جوة سيليوشا مساء لو انت تعمل رائجتة انت ده هو رائعة انت ده حتة واحدة كده يعني حاجة كده يعني زي مسلا انت جايب حتة سوديام مسأل هي حتة واحدة ولا حتة صغيرة لو انت جايب مساء وان جرام من الكالسيم كربونيت مسلا اي اي كومباوند. الكالسيم كربونيت ده هو الوان جرام كلهم حتة واحدة يعني مسكين بعض كده حتة واحدة ولا متفتفتين لو متفتفتين كده او متكسرين ده كده بنعتبر انه هو عنده سيرفيس اريا كبيرة يعني انا لو دوبتوا فوتر هتلاقيه يدوب كتير بسرعة جدا لانه هو منتشر جوه اللي ايه جوه السوليوشن انما لو حتة واحدة كده الرياكشن بيكون على مساحة صغيرة وبالتالي ما بيتمش بسرعة انما لو متفتفت بتكون المساحة كبيرة جدا اللي هو تقدر انت تعمل بالرياكشن فانت لو جيب بسيت على السيرفيس اريا السيرفيس اريا دي حاجة مهمة جدا انا هنا لو جبت سوليوشن والسوليوشن ده دوبت فيه حتة واحدة كده من الرياكشن هنا دايما بصوا الرياكشن ده هتلاقوه في الكتب الخارجية متوضح اكتر هتلاقيه يعني جايب لك ايه هو هنا الرياكشن ما بين الايرن اللي هو الافي مع الهيه مع الهيه مع الهيه وكاسر فبيقول لك انا لو جبت حدت حديد حده زي ما هي كده وحطيتها في الهيه الرياكشن بيكون بطيء انما لو جبت نفس الكمية من الحديد يعني هي برضو تين جرام مثلا جبت التين جرام دي حتت حديد حتة واحدة كده الرياكشن بيكون سريع طيب لو جبت نفس التين جرام بس بوضر لو جبت اريد سريع جدا لان في حالة البودر هينتغشل اكتر السيرفيس اريا اكبر وبالتالي الرياكشن يكون فاصد مع ان هي نفس الكمية ونفس الماتيريال هو حديد برضو بس السيرفيس اريا ده فاكتور مهم جدا في موضوع النتشر اف اي اف راكتان تلا بي الاو الرياكتانت عندي عبارة عن سيرفيس اريا كبيرة انت طحنه مثلا او عامله سيرفيس اريا كبيرة وبالتالي هيدوب اسرع يبقى نمبر بي سيرفيس اريا الرياكتانت اللي هو زي الاكزامبل اللي عندنا اف اي بلاس 2 اتش سيرفيس اريا بلاس اتش 2 when increasing surface area exposed to reaction become faster الرياكشن بيتم ايه اسرع يبقى قادي اول فاكتور من الفاكتور سيلي بتأسرع على ال speed of chemical reaction nature of reactant احنا قلنا الكاين ده نفسه هو ايونيك ولا كوفيلان والسيرفيس اريا طيب اول حاجة قلنا الرياكتانت عاوز تعرف ايه ثاني من الفاكتور فاكتور نمبر 2 هو the concentration of reactant التركيز بتاع الرياكتانت انت جايب الرياكتانت قوي ولا جايب الرياكتانت ضعيف بشكل واقعي جدا انت لو جايب حاجة قوية في الرياكشن مثلا لو يعني مثلا انت لما تيجي مثلا تدوء كوباية مثلا يعني اجزام ببسيط يعني مثلا كوباية فيها مية بسكر فلو انت حط معلقة السكر يعادي هيبقى طعمه مسكر شويه انما لو حط عشر معلق سكر هيبقى يا الله ده كونسنتريشن عالي جدا وبالتالي انت جايب تتكلم في كونسنتريشن of reactant الحاجة مين فيهم الاقوى اه الكونسنتريشن ده حاجة مهمة انا لو بعمل رياكشن جوه HCL ده عبارة عن solution كده اسد كده بنستخدمه في الرياكشنات كتير جدا عاوز ادوب في حاجة فه HCL نفسه لو انت جايب HCL التركيز بتاعه عالي الكونسنتريشن بتاعه عالي قوي جدا كونسنتريتد اه الرياكشن هيتم اكيد اسرع طب لو انت جايب HCL خفيف يعني مش قوي هو HCL بقى لسل HCL ده انواع يعني كونسنتريتد مركز او انت مخففه اكيد هيبقى الرياكشن اقوى بكتير لو الكونسنتريشن عالي انا عندي number two في الفاكتورس اللي بتأثر على الكونسنتريشن هو الععمل اللي بتأثر على speed of chemical reaction اول اتاني حاجة هي الكونسنتريشن of reactant يبقى by increasing the concentration of reactant the chemical reaction become faster مثال على الموضوع ده هو ان انت فيه مثال كتير اول مثال ان انت لو جبت مسلا عارف اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي لو انت عملت برننج لو جبت حتة اليمينيوم مثلا عارف السلك بتاع الموعين ده اللي هو اللي احنا بنولعه ده يعني بتلاقي بيعمل الحاجات كده ايه اشكال كده ده لو انت تخيل لو انت جايب الالمينيوم ده الالمينيوم طبعا لو انت جايب الالمينيوم ده وبتحرقه في الهوى عادي هيولع هو بيولع ليه هو بيحصل له برننج ليه عشان الهوى ده عشان الاتموسفيريك اير ده فيه اكسجن فهو العبرة بالاكسجن انت هنا بتحرق الحاجة دي في وجود الاكسجن فالهوى في نسبة اكسجن ليه 21% يبقى انا بحرق الالمينيوم ده في 21% فبيولع انما تخيل لو انت بتحرق الالمينيوم ده في مكان مليان اكسجن بس هيبقى الرياكشن عامل ازاي بقى الرياكشن كبير جدا هو نفس الالمينيوم برضو بس انت زودت الكنسنتريشن بتاع الاكسجن خليت المكان كله اكسجن بس في الاول كان المكان في اكسجن ونيتروجين وكاربون ديكساد وكده فكان بيولع بشكل معين وكان بطيء انما لما تيجي تعمل الرياكشن ده بجوه بيكر مثلا او جوه مثلا كنتينر حاجة مثلا كده فلاسكا او حاجة ومليان اكسجن بس هتلاقي الرياكشن سريع جدا يبقى نفس الكلام لو انت عندك حتة مجنيزيوم وحتة المجنيزيوم دي انت رميتها جوه هتش سيل ده مرة ديليوتيد يعني مخفف ومرة كونسنتريتيد ديل وكون الديل هيبقى بطيء سلوه اما كونسنتريتيد هيكون فري فاستيبقى لو قلتلك امي جي بلاس اتش سيل ال الاتش سيل دي انا نختلف هال اتش سيل دايل ولا كونسنتريتيد الاتين هيديوا نفس النتيجة بس مين هيدي فاست ومين هيدي سلوه طبعا الكونسنتريتيد هيدي اكتر طبعا في حالة الكونسنتريتيد الاكبر ليه هو بيكون اسرع الجملة دي انا عاوزكم تكتبوها وتحفظوها كويس تسبيد ونفس الكلام ده يعني نفس الجملة دي هنكتبها بس بشكل تانية تسبيد of chemical reaction او سوري تسبيد of reaction increase when increase the concentration of HCl لما تزود تركيز ال HCl and increase number of collision اللي هي التساطمات ده الجيف ريزون لو قبل جيف ريزون by increasing concentration the speed of chemical reaction increase ليه؟ due to the increase of collision between molecules السنتيجة تساطمات كتير قوي بتحسن ما هو وهو مركز قوي بمليان كونسنتريتيد قوي يعني اي حاجة تحطها تلاقي reaction ببقى سريع جدا زي مثلا انت تخيل ان يعني مثلا لو ام انت عندك مثلا شارع زحمة جدا وشارع فيه اثنين ثلاثة وعاوز تمشي مثلا او عاوز تعمل اي تعمل اي reaction في الناس دي كلها هتعمل اي reaction اكيد الناس اللي هما الشارع الزحمة اوي ده بيكون تأثير الرياكشن هو طبعا اكزامبل غريب شوائي بس انت لو هتعمل مسلا هتطلع دخان جامد قوي في شارع مليان ناس زحمة اكيد الناس هتأثر كتير جدا والرياكشن هيأثر على ناس كتير جدا انما لو الشارع ده مفهوش مسلا غير اثنين ثلاثة مش هتأثروا قوي ده الكون لازم يكون نقطة مهمة جدا لازم تكونوا فهمة طيب نمبر ثري الفاكتور الثالث بنتكلم في الفاكتور ده على التمبريتشر انا لو عندي تمبريتشر عالية الرياكشن بيتم اسرع ودي معلومة احنا عارفينها تخيل انت بتدوب مثلا حبة سولت مثلا ملح بتاع اكل والسولت بتاع الاكل ده انت بتدوبه في مية سقعة مية بردة خالص من الفريزر مثلا اكيد الرياكشن هيكون سلوب هيكون بطيء طيب لو انت بتعمل الرياكشن ده فحاجة سخنة جدا اكيد الملح هيدوب بسرعة وبالتالي التمبريتشر دي حاجة منطقية جدا ان هي بتعمل نتيجة ان النمبر اوف كليجين برضو نفس الكلام نتيجة التصادمات بتحصل اسرع انت لما بتعمل بتسخن المية اللي بيحصل انت الوقت عندك كوباية ما يحطها على النار وبتسخنها كل ما يسخن اكتر كل ما الموليكول استسخن اكتر تتحرك اسرع ولما تتحرك اسرع تخبط في بعض اسرع ولما تخبط في بعض اسرع تكسر البند اسرع ويحصل الرياكشن اسرع يبقى when increase the temperature of reaction become faster الرياكشن بيتم ايه اسرع because increase the number of collision between molecules لو تاخد بالك في حاجة اسمها live application دي دايما معلومة كده بيقولها لك في الدرس نعم لكي تفهم الموضوع شوية انت لو تطبخ اكل مثلا او بتطبخي اكل انتي يعني اكيد انت مش هتعرفت تطبخي من غير نار اللي انت عاوز تعمل الرياكشن وعاوزت تنجزي يعني انت خيالي لو بتطبخي مثلا على شمعة الرياكشن هو الطبخ طبعا انت في الحالة دي هتطبخي في قد ايه يعني انت بتعملي الاكل مثلا لما مسلا فانت بتعملي الاكل ده على شمعتين مهلع شمعة او شمعتين وهو عملا تطبخي. اه شكرا بقى اتعودي ايه هتعودي مثلا ثلاث ساعات ثلاث ساعات ايه هتعودي اربع تيام عشان تطبخي مثلا اكل مسلا. انما لو بتطبخي على نار عالية هتطبخي في ثانيا هتعمل الشوكري اسرع وهتعمل اكلة اسرع. نفس الكلام لو انتي عاوزة تحفظي حاجة انتي مثلا عندك شوية تماطم كده وعوزة تحفظ عليهم ايه لمدة اسبوع او اسبوعين. مايبزوش تحطيهم في الفريزر. انتي حطاهم في الفريزر ياكلين انتي بتعملي كريس لله لو أنيت الكريس للا التمبراتش. فلما sim приلك الكريس للتمبراتش الريأشanja بين التماطم دي وما بين البكتيريا والم tract alright. كنت تحب تحبها ظاها بيئل يوقف اصلا الريأكشن يبقى Jamaica by increasing temperature as speed of chemical reaction increase. فهم الكلام ده دي معلومة لازم تكون عارفة. آخر حاجة في الدرس ده هي هي الكاتاليست. والكاتاليست ده حاجة يعني مهمة جداً وهتدرسوها كتير في الفترة اللي جاية إن شاء الله لما تدخلوا سانوي خلاص كلها كلها كام شهر هتبقوا في سانوية عام واتاخدوا كيمستري إن شاء الله ونذاكر برضو كيمستري مع بعض. الكاتاليست ده حاجة عجيبة قوي ركز بقى كده إيه في الكاتاليست ده ده حاجة يعني عاملة زي إيه لما يكون ليك واحد صاحبك كده سوسة أو ليك واحد صاحبتك سوسة كده فيحصل إيه إنت قاعد في أمان اللماء لوحدك كده وإيه وجي واحد أما قيل لك إيه ده على فكرة إبراهيم صاحبك بيقول عليك كذا 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 فنقوله يا رجل والله قال كده يقول لك آه هو قال كده فعلا ويروح لهو كمان نفس الراجل يعني نفس الشخص اللي قالك ده قالك ده يروح لإبراهيم بقى نفسه يقول له على فكرة دخلت بيقول عليك كذا 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 يقول له يا رجل قال عليك كذا يقول له آه ده خلي بدك هيعمل فيه كويسا وويسا فهو عمل فتنة ما بين الاتنين هو خلل إيه الاتنين كانوا قاعدين أصلا مش هيحصل ما بينهم ريأكشن مكانوش هيروحوا يتخنقوا مع بعض بس هو راح سخن ده وراح سخن ده على التاني فحصل ما بينهم ريأكشن راحوا إيه ضربوا بعض معنى كده ان انت عملت ريأكشن أو معنى كده ان الكاتاليست اللي هو الراجل السوسة ده ده كده عمل ايه عمل خلى اللي اتنين عملوا الريأكشن وهو مش طرف في الريأكشن هو هل هو راح ضرب بقى معهم لا طبعا هل هو مسلا يتضر هل اتعور في حاجة هل مسلا هدومه ببهدلت لا طبعا هو قاعد يتفرج بقى من بعيد كده وقاعد ايه مع نفسه بيشرب كوبات الشاي وشايف اللي اتنين ايه بيعملوا الكيميكا الريأكشن بس هو كان السبب في الريأكشن مع ان هو مش طرف في الخناقة هو مش واحد من اللي هيتضره هو في النهاية كان مبسوط ان الريأكشن تم ما بين الاتنين وبعد نهاية الريأكشن بعد ما الاتنين زعلوا من بعض هو ما كانش طرف في النتيجة يعني خلاص قالي الكلمتين ده وجيري يبقى في حاجة اسمها كاتاليست وجود الكاتاليست بيخلي الريأكشن يتم يبقى هو عبارة عن سببستنس وتش يسبيد اب كيميكا الريأكشن بيبتدي يشغل الريأكشن وذوت تشينجنج اور بينج يوزد اب من غير ما يتغير ولا نسبة منه تظهر يعني انت تحط على الريأكشن مسلا كاتاليست على فكه الكاتاليست ده انواع كتير يعني مش حاجة معاين مش مادة كيميائية اسمها كاتاليست مسلا لأ يعني هي في حاجة كتير قوي املح كتير تعتبر كاتاليست يعني لو استخدمته اسمه كاتاليست بانواع كتير مالكاتاليست سينبس كاتاليست فكرته ايه انك تستخدم كاتاليست انت كاي بتعمل ايه أنتب حط مادة promoting ده او على كيميكا الريأكشن ده بتحط مادة الماداد يشغل اليهر تخلى اليهرود يحصل وتجد تشوفى البرودكت تشوف الناتيجة ما تلاقيش في النتيجة اي نتيجة من الكاتاليست يعني تلاقي والظاهر في وهPE في البرودكت هو بس وجوده في المكان هو اللي شغل الرياكشن زي ايه اكزامبل على الكلام ده اكزامبل على الكلام ده انا عندي حاجة اسمها هايدروجين بيروكسايد الهايدروجين بيروكسايد ده اللي هو ال H2O2 دي مادة كيميائية اسمها H2O2 بتتكون من ايه ال H2O2 دي دي عبارة عن ووتر معها اوكسوجين زيادة يعني H2O معها او زيادة عادي وموجود في ازازة وما فيش مشكل قاعد يعني مفيش رياكشن تحط عليه المانجانيس دي اوكسايد حاجة اسمها MNO2 اول ما ترمي المانجانيس دي اوكسايد تلاقي الرياكشن بدأ يظهر الله ما انتوا كنتوا قاعدين مبسوطين مع بعض ايه المشكلة اللي حصل تلاقي فجأة ال H2O اللي بقى الوحده والوطو بقى الوحده ما انتوا كنتوا قاعدين مع بعض في امان الله لا وجود ال MNO2 بوز الرياكشن بوز البوند اللي كانت موجودة من ال H2O2 وفكها خلت حولت ال H2O مع O2 هل من النواتج اللي ظهرت من ال product اللي ظهرت هل ظهر MN مفيش MN ظهر الراجل ده مش نوجود في ال product خالص اه يبقى ده كده كتاليست ده كده شغل الرياكشن اول ما دخل على ال H2O2 قال لها خلي بالك ال O2 بتقول عليك كذا وراح لل O2 قال لها ايه ال H2O بيقول عليك كذا ففك الاتنين خلى الاتنين بعدوا عن بعض بقى H2O مع O2 مفهوم الكلام ده يبقى ال MNO2 ده عبارة عن كاتاليست كاتاليست هو عبارة عن substance which speed up chemical reaction without changing or being used up بوزيتف كاتاليست ونيكاتف كاتاليست ده انواع الكاتاليست يعني في احيانا انت ممكن تستخدم مادة كيميائية المادة يتصرع لك الرياكشن يبقى اسمها بوزيتف كاتاليست يبقى ال بوزيتف كاتاليست تستخدم مادة لحفظ الطعام مثلا لحفظ الاكل مثلا انت هتستخدم بوزيتف كاتاليست ولا نيكاتف كاتاليست عاوز الرياكشن بين البكتيريا والاكل يبقى سريع ولا بطيء لا بطيء يبقى انا هستخدم نيكاتف كاتاليست طيب لو بعمل مثلا مادة صناعية او بشتغل في مصنع او عاوز المواد تتعمل اسرع او الرياكشن تتم اسرع هستخدم بوزيتف كاتاليست في معلومة كده في النهاية اللي هي الانزايم الانزايم دي مادة كيميكال سابستانس is produced inside living organism دي حاجة طبيعية ربنا بيخلقها لنا اذا كاتاليست جوه جسمنا بتسرع الهاضم بتاع الهي increase the biological reaction يعني كالت اكلة معينة في انزيمات بتطلع انزايم كاتاليست هي بتخلي الاكل يتحرق اسرع في جسمك وده بشكل طبيعي عندنا اخر حاجة في الدرس ده هي product of catalyst المواصفات بتاعت الكاتاليست لو انت بتتكلم على طبيعيه مواصفات احسرع الهاتف كوانتاية لن تختلف طبيعيه بسبب الهاتف بسبب الهاتف وبعد ما يظهر خالص بيسيبه وكويكلي اندسيباريت كويكلي ات اندو فريكشن اول ما يبتدي الرياكشن يبتدي يتم هيبعد هو عن الاي عن الرياكتانت دي دي كريس انرجي نيد توريكشن يعني بيخلي الرياكشن اللي عندي يستاهلك طاقة اقل يعني يتم اسرع دي ار يوزد ان اسمول امونتو كومبليت الرياكشن انت بتستخدمه بكميات ولا ايه لا عشان يعمل لك الرياكشن مش شرط ان انت تروح تستخدم الكاتاليست كبير جدا او كتير يعني انت مجرد ما تحط الكاتاليست يبتدي الرياكشن يظهر ولازم تحفظه البروبرز دي لازم تكونوا حفظنا الكاتاليست احيانا ممكن يجي في الامتحان يقول لك رائد دون تو بروبرز او كتاليست ده كده لسن نمبر تو احنا الحمدلله خلصناه تعالوا ناخد سؤالين ثلاثة كده على لسن نمبر تو لو جاب لي في امتحان قال لي هل الرياكشن ده كده صح راح ف اي بلاس fedHaогل hotel دينا اوفي II clquis لا طبعا بيدينا اوفي fe soei status فاكرين الرياكشن ده ولا لازم يكون حافظين المعادلات المحادي الرياكشن ده فاكرين لما قولنا ف 궁 صح back ده لا ده جايبه لي بيتهان قبلي كده وكان بيسألني عليه llegar جايب لي سؤال what happened و جايب لي adding small amount of manganese dioxide to hydrogen beroxide طيب فين الhydrogen beroxide ده الhydrogen beroxide ده الهيدروجين بروكسيد ده الهيدش 2O2 فاكرين او ال H2O2 حطيت انا شوية manganese ديوكسيد على الهيدروجين بروكسيد هو هنا عاوزك تكتب له الرياكشن الهيدروجين بروكسيد يعني يتحلل او ديكمبوز انتو H2O plus O2 تكتب له الرياكشن لا تكتب الرياكشن او adding small amount of manganese dioxide on it in hydrogen بروكسيد هتوم كتب له الرياكشن بتاع ال H2O2 طبعا الاسئلة دي كلها مهمة وهنحلها ان شاء الله مع بعض انا يهمني ان انتو تكونوا فاهمين الدرس كويس ناخد اخر سؤال مسلا لو جينا بصينا على سؤال زي الكمبليت ده at end of reaction the concentration of reactant عند ال end الرياكشن انت بيكون كان بيكون zero وانا عند 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 النهاية بكون ما فيش الرياكشن انت خلاص انا هقفل حد هنا في الفيديو ده واتمنى ان انتو تكونوا فاهمتوا الفاكتورس اللي افاكتورس اللي افاكتورس اللي افاكتنج الى 11-5-3-2-3-3-9-1-1 تكلموني فاي وقت انا ان شاء الله حتى لو في الموبايل مفيش مشكلة ونحاول في فاكر مع بعض اهم هذا من نحل كتير الدرس سهل när اتفر υ futuro التخضر على فيديوهات د blanket عشان تاخد معلومات اكتر وان شاء الله تكون سنة سعيدة جدا واستنوا ان شاء الله يعني فيديوهات كتير هنكون فيها بنحل اسئلة ان شاء الله كنت مقصود معكم في الفيديو ده كنت معكم مستر احمل الباشا باي باي